بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله في الفيديو ده نأمل انه يكون خفيف عن الفيديوهن اللي فاته عشان انا عارف ان الفيديوهن كانوا تقال شوية فهنقول كده حاجة خفيفة النهاردة هنقولي بقى دوانا النهاردة كبير عيلة عيلة منها اشكال والوان كارفيت كونكور واتينو كمان ودي امثلة مش كل التمام دوانا النهاردة نخص بكلام صدا دوالي وغدة قولي يا سلام واحد الرب وسكر قول تمام تمام طبعا الدواء بتاعنا اشهر من اللي نرى العالم اللي هو مين اندرال اندرال بتركيزاته المعروفة 10 ملي و40 ملي هنالقي التركيز بقى اللي هو تحت ده الانجيكشن ده هتلاقي ان التركيز كام 1 ملي جرام طبعا دي ملحوظة يعني ان ده التابلت 10 ملي و40 ملي والانبول واحد ملي بس ايوه لان الاندرال بيحصل له حاجة اسمها يعني المهم يعني بتكسر عن طريق الكابد مع اول لفة يلفها في الجسم تمام كده التكسير ده كام 90% فعلشان كده ما ينفعش ده طبعا اندرال هنا 10 ملي انجيكشن ده توقف القلب تمام كده ده كده نقطة اه هامش كده بالنسبة للتركيز اللي هو الواحد ملي جرام طيب احنا قلنا في المقدمة ايه؟ ان احنا هنتكلم بالنسبة للاندرال عن ثلاث حاجات ايجابية الصداع والدوالي والغدة وحاجتين هنحذر منهم الرب والسكر طب اولا هو بالنسبة للصداع هو باستخدم ازاي في الصداع يعني؟ ليس ايه الصداع هو الصداع النصفي طيب الحالة بتبقى ايه؟ بنسميه كده بروفلاكسس يعني حالة وقائية بمعنى واحد مثلا بيجي له صداع نصفها على طول راح للدكتور بتاعلم اخوه الاغصاب او البطنة وقال له والله انت عندك حاجة اسمها دلوقتي ما يجري ان صداع نصفي طيب الرجل ده دايما بيجي له صداع نصفها على طول خلاص بها عارف التوقيت والكلام ده فها كورونيك بالنسبة له مزمن تمام كده؟ فالدكتور هنا ممكن يكتب له حاجة قول كده بروفلاكسس وقائية عشان مش يجي له نبط الصداع دي من الحاجات اللي بتجيب نتيجة في الموضوع ده اللي هو الاندرال تمام كده؟ اخصائي جهاز هضمي وكبد وجهاز هضمي ممكن مثلا المريض يروح له طبعا تجي لك رشدة في الصادلية من اخصائي الجهاز الهضمي والكبد تلاقي مكتوب الاندرال الله يبارك فيك ساعتا ما تقولش ايه ده عشان الضغط لو حد بسألك ما تقولش عشان الضغط عشان القلب لا الحال هنا ممكن تبع حالة اسوفيجية الفاريسيس اللي هي دوان المريض طبعا تفصيلات كتير في الموضوع ده مش اوانها دلوقتي بس المهم للم يفاهمين الموضوع ده يعني تبع حالة ايما كده يعني بمنع نقول كده يعني اول مرة الدكتور بيكتبه ولكن لكريتيريا عنده حاجات بيحددها كده على ضوءها قال والله لا ده لازم له بيتابلوكر يعني اندرال مثلا او ان هو المريض يكون جاله قبل كده فاريسيس فساعتها لازم تبع ايه بيتابلوكر تمام كده؟ طيب بالنسبة للحاجة التالتة الغدة الغدة هنا هي الغدة الدراقية اللي بيحصل ايه؟ طبعا فيه ميكانيزم كده حالا نشطة الشكل النشط من الثيروكسين اللي هو التي ثري تمام كده؟ الاقل نشاطا هو فاللي بيحصل ايه؟ ان البربرانولول اللي هو الاندرال بيمنع تحويل التي فور اللي هو الشكل الاقل نشاطا الى التي ثري اللي هو الشكل الاكثر نشاطا فده الكامده ينفعنا ايه؟ لو حد مريض غدة دراقية وده البداية مثلا ممكن يبدأ معا الدكتور بالايه؟ بالاندرال انما طبعا لو الموضوع دخل في هايبر ثيروديزم ما تباش كده بس الاندرال ما بيكتفيش بيه لازم طبعا يكتب ساعاته ادواء تانية ونظام تاني مش دي قصتنا المهم بس دي هنتاج بسيطة كده عشان نفهم استخدامات الاندرال غير الاستخدامات المعروفة انا هو كذا كان ماء للضغط او اكتر طبعا لموضوع ايه؟ الخفقان والحاجات دي الخفقان اللي هو زيادة ضرابات القلب عايزين نحذر ايه بقى من المجموعة كلها كده كبيتا بلوكر كده نقول كده بشكل عام والاندرال احنا بشكل خاص اه نوعين من المرضى عايزين نحذر منه الربو والسكر ايه اللي بيحصل احنا بلعوه اسمه ايه؟ بيتا بلوكر بيقفل حاجة اسمها البيتا بيتا اللي يا اخوانا المتخصصين بقى المرادة معلش هي عندنا زي ما احنا عارفين بيتا وانو بيتا تو تمام كده البيتا وان شغالها القلب طيب والبيتا تو معروف ان هو على ايه؟ البرونكاي بيقفل هنا الشعب الهوائية لما اشتغل هنا على البلوكر هيقفل الشعب الهوائية فطبعا ديت بالنسبة لمريض الرابو دي كارسي طيب هل ممنوع؟ يعني هل ممنوع نحن ندي بيتا بلوكر بقى بشكل عام؟ هو ممكن بلاش اندرال انما هل ممنوع بيتا بلوكر؟ لا بس ناخد حذرنا تمام كده؟ وكل ما تكون سليكتف اكتر يعني شغال على البيتا وان بس يبقى احسن يعني زي مثلا الكارفيد او الكونكور الى حد ما دول سليكتف اكتر على البيتا وان طيب بالنسبة للسكر الاندرال بيعمل حاجة اسمها موسكينج يعني بيحجب بيحجب الشغل بيحجب الهايبوجلاسيميا طيب معلش بالراحة كده كتفصيلا عشان الكلام ده مهم او لو دلوقتي واحد مريض سكر مريض سكر دايما بيحس ان سكر وطي اتلاقيين هو جات له رعشة وضربات قلبه وزادت وعرقان وكلام من ده حس ساعتا ان ايه؟ ان السكر عنده وط تمام كده؟ بيروح لحق نفسه بحاجة مسكرة يزبط نفسه لو هو بياخد حاجة من مجموعة البيتابلوكر وخاصة اندرال الحاجتين المشهورين اوي اللي هو ضربات القلب الزيادة اللي هي التاكيكارديا والرعشة اللي هي التريمور دول هيتحجبوا ممكن مريض ما يحسش يدخل في غيبوبة سكر من جير ما يشعر فعشان كده ما يعتمدش بقى على الاعراض ديه لازم دايما يقيس يبقى لو حد بياخد بيتابلوكر ومريض سكر يفضل ان هو يقيس السكر كل فترة ما يعتمدش على الايه؟ على الاعراض اللي ممكن يحس بيها لو سكر وطي ان شاء الله ننتقل بكرة في الفيديو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته